ما هي أطر الاستراتيجية المصرية التي مكنت الدولة من السيطرة على الأوضاع الأمنية ومكنتها كذلك من القضايا على خلايا إرهابية وتكفيرية كانت منتشرة فيها الحقيقة الأسباب الرئيسية للنجاح الكبير في مقاومة الإرهاب وخصوصا في سينة فكرة وجود جيش قوي متفق عليه متمتع بالاندماج الوطني يحوز على مساندة شعبية هو من الشعب فدي الحقيقة بتدي مشروعية كبيرة لمحاربة الإرهاب الاندماج الوطني المصري أيضا بمعنى أن التنوع في إطار الدولة المصرية لا يعني نفي المواطنة وهذه حالة ليست موجودة في إفريقيا أفق الاستراتيجية المصرية مرتبط بتحقيق استقرار بدفع العمليات التنموية بدفع عمليات القبول بالآخر أين كان اختلافه بالتأكيد على فكرة المواطنة بشكل أو بآخر ويساعد الحقيقة في ده زي مقلت لك أن مصر دولة قديمة دولة مؤسساتها قوية أن الجيش المصري يحوز على يعني توافق وطني عام بشكل عام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر